متتبعي قناة انفاس باريس مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازي اليوم غدي نقشو موضوع تاع جواز تلقيح وركم الشقة اللي بتاع اللي يتعلق باصحاب الطاكسيات بحيث ان مجموعة من اصحاب طاكسيات ووسائق الطاكسيات بصفة عامة فرضوا رفضوا يفرضوا على المواطنين المطالبة بجواز تلقيح معتبرين ان هذه القضية تزيد يعني يتعمق المشكلة عن فوق القطاع وغا تهرب الناس من هذا الطاكسيات هذا من اجلال استدفتها من اجلال مناقش هذه القضية دي نصديب السيم مصطفى الكيحل الكاتب العام للنقل الطرقي بالمغرب السيم مصطفى مرحبا بك مرحبا احمد شكرا على الاستدفتها والدواء هذا الموضوع المهم والمتير اللي يجدها باش ندخلوا في الموضوع يعني نشير كما نقوله وعليش رفضوا الطالبو المواطنين بجواز تلقيه علما ان ده غد يحمل الناس اللي معاكم ويحميل القطاع من يعني انتشار سعد فيروس وبالفعل هو هذا الاجراء هو اجراء تتعلق بالسلطات المحلية نحن مليش فيها في الحبلات الاشارية وبلغات شفاوية بدون بلغات رسمية فانهم مطالبة في الاماكين العمومية وخاصة في في النقل الحضاري بخصوصا في التاكسي كي غن يمديره يعني صعيب وهذا الشي صادف واحد العدد دي المجالات المجال المقاعي اللي يلقى واحد الدجاء كذلك المجال وسينة النقل تراموارك شفتين الدجاء اللي اعتار وبالفعل هذا امر يعني ما يمكن لاش انا طلب من زابون قل له السائق المهني قد يطلب من زابون قل له وريني جواز تلقيها هذه مسؤولة السلطات المحلية وبتلئ انه فيه واحد المخالفة قانونية بطبيعة الحال لو حتى السلطات المحلية والحكومة كانت الارتجالية والعشوائية والسرعة في تنزيل قرارات مثل هذه احنا عشنا سنوات هذه والارتجالية في القرارات وفي المطالبة المواطنين والمواطنات ببعض لا اجراءات المتعلقة بقانون طوري الحجر الصحي فهذا شاشنا سنتين وعانينا منه ولا زينا نعاني وخصوصا ان هذه الحكومة الجديدة يعني الاجراء اللي بدأت به اجراء شوية خلق ضجة وخلق واحد حالة نفسية خطيرة لعموم المواطنين والمواطنات التي تستعملوا هذه الوسائل للنقل وخاصة كذلك الاماكن العمومية الأخرى لماذا تنسيخ مميناتكم انتما كان نقابات ساعد قطاع النقل ولا غير السائقين خادوا المبادرة وقالوا له الله ان هذا منكر ما نتنبوش من الناس اللي جوازت نقاح اش وقعها؟ بالنسبة لنا نحنا كنقابات ما يمكننا نفرضه على السائق المهني ونقول له هل امر لي غدير وغد يطلب جواز التلقاح لاننا نحنا كنقابات ما تستشر معنا احد سنوات المحلية معيطت للنقابات ما اجتمعت معهم هذا هو الاشكال ساعد مفرد عليكم ان لكم تطالبوا جواز تلقاح ما هدر معنا حد ما ذو معنا حد ما هدر معنا حد ما هدر معنا حد ونقول السائقين مين يطلبوه من المواطن هذا حرية كتبقى الحرية لانك تقسل حرية ديال المواطن هذا شيء خاطر انت الدور ديالك هو انك تؤدي خدمة ديالك للمواطن والمواطنة هنا وتاخد الأجر مقابل هذه الخدمة دون ذلك اذا كتجوز المسؤولية ديالك وكتطالبش أمور اللي بعيدة عليك انت غير معني بها هذا هو المسؤول كوفيد يعني بالإجراءات تتخلط تقليس عدد تعركة من خمسين ديالك وصلنا إلى سبعين في المياه ولكن شكو نتيخلص الداربة هو المواطن اللي ديالك تسعيره مثلا تسعيره ماشي صحاب تاكسيس مقاموا مرتاحين مثلما مرتاحين لا دموضع سبعين في المياه أولا ماشي نأكد هذه المسألة سيحمد سنوات هذه السائقي الميهنيين متضررين من هاد الجائحة وخصوصا هاد المشكلة ديالتعريفة وهالشي أكدوه الميهنيين والمواطني كذلك إلى حدود ساعة احنا في 2021 وشكنا على نهايتها ومع الولايات الحكومة تزاد في المازوت تزاد في القازوان ما تزادش تعريفة بمعنى أن المستوى ديالتعريفة مقارنة مع زيادة الصاروخية في مادة المحروقات والمواد الاستعلاكية وخصوصا هاد الوسيلة للنقل لأنها يعني كتنباني على العلاقة التجارية بين السائق الميهني في الطاكسي وما بين المواطنين لأنه اليوم كنقول انا وكنأكد وهذا شيء يأكدوه العموم المواطنين وخصوصا السائق الميهني بأن التجارة اليوم تجارة خاسرة السائق الميهني خاسر وكيتنقل مع الدمي ذي راخداد احنا كنقولوا فعلا انا اددت على انه كين بلاغ بيان ستين كاري على هاد الزيادة الصاروخية اللي بدأت بيع الحكومة خصوصا في مادة المحروقات خوف قضية عدد تعريف هذا وش انتم مرسيح الى التعريفة تع سبعين في المئة او لا؟ ما كنش راحة ماشي غير في وسيلة النقل الطاكسي في جميع انماط النقل النقل الجماعي للاشخاص يعني القطاعات المتدررة واللي هي كتعتامد على المدخول اليومي بغض النظر على الوسائل النقل الاخرى اللي كتعتامد على الدعم مدعمة نقل حاضري مدعمة الدولة مدعمة ما اطراتش عليه الجائحة متأطرش اقتصاديا الناس اللي خدامين فيه متأطروش اجتماعيا بمعنى اننا متأطر انا قبلك كان عاني سنوات هذه جهة الجائحة عانيت اكتر ولازلت اقعني ما كيش التفاتة الجهة المسؤولة على رأسها المؤسسة المنتخبة اللي هي باكتها تعطي في الدعم الوسائل الاخرى والطاكسي اينو صورة بدون تعليق كيف اشتيعيش الطاكسي ده خصوصا غير في مدينة الداربدة كيف تحسب انكم تم قطاع محقور مقارنة مثلا مع النقل الحضاري مع الترامواي بطبيعة الحال هاد القطاع محقور الى جانب واحد العداد للقطاعات اللي هي تيام حقورة في هذه البلاد كين الحقرة وهذا شي كيترجم الواقع شي كنقوله غير انا كين حقرة كين تهميش كين اقصاء كينصم الادام من طرف الجهات المسؤولة اللي مبغاش تجاوب احنا كنشوفه مثلا نعطي كميتال السيحمد كنشوفه الداربدة تتحول الى المجال مزيان كنشوفه كين تحوله كين اصلاح ولكن في حققت الامر من اللي كان نجيه للواقع كنلقوا هاد الاصلاح لا يشمل هاد الفئات الموتى لا يشملوها انا في غا يخدم الطاكسي كنشوفه الطوب يصدر له ممر خاص ديالو طعم ويخدم بممر خاص ديالو الطاكسي كيتضرب مع المواطنين باش يصور نقمة العيش متوقف كيخدم ديك نصنهار مسكين متدمر كيخدم نهار كامل متدمر الى جيتي تقول السيحمد وتصول اي صائق مهاني في الشارع العام تقول له ش هالك تصور ها يقول له الله لديت الف ريال محمد الله لديت الف ريال مع زيادة الصاروخية في المواد الاستهلاكية مع الولدات مع التمدروس مع الطبيب الكل يعاني في المجتمعنا المغربي من هذا الجانب الاجتماع والاقتصاد معلما ان الحكومة قالت انا جيت ببرنامج لاصلاح المنظومة الاجتماعية والاقتصادية بدأت بما هو اجتماعي والاجتماعي يزيدوا في مادة المحروقات وفي المواد الاستهلاكية خسنا مطريته بعدها اكيد كان الارتجالية والسرعة ما كيجيو شي وزير رئيس حكومة كيجي دربان يبدأ بقي من الشيطش بلاسه وكيبدأ بالقرارات يعني كان عكس البرنامج قبل الانتخابات في الحملات الانتخابية والواقع في وادي اخر انت تكمل ما اقره السابقون الحكومات السابقة وان شاء الله راح تسي احمد رانا صرحت معاك من الفين وخمسة تحديدا في هذه الزيادات في مادة المحروقات وكانت صريحات دينا ونحن نؤكد على انه فعلا كانوا واقع متأزيم ولان اي حكومات ما تكرس غير الواقع المميل والمتأزيم للحكومات السابقة ونحن ما زلنا كنعيش بهذه الأمورات بالإكرهات والمشاكل اللي دينات قضية المأدونيات بالنسبة لك ما هو المخرج السريع من أجل طي هذه الصفحة المأدونيات وتصيرها على كينتع المأدونيات هذا الموضوع دينا القريمات المأدونيات هو موضوع ماش يبيد دينا احنا عطينا الحلول وزارة الداخلية ليه مثلا؟ قلنا وديخ سيتم تحرير هاد القطع من قيود هاد النظام دينا المأدونيات يعني مليكا نقوله قريمة ما تتحكمش في الادارة كيتحكم في هاداك المستفيد من الرخصة انه تيشوف ان الرخصة هي دياله ملك دياله كيبيعها وكيستطمر الفلوس ديالها في هادا المجال بمعنى احنا في واحد السوق السوق من صح التعبير ديال اللي بيعه الشراء ما بقيناش واحد النظام وواحد المنظومة ديال التنقل وديال الناقل وفي احنا ان ركت فك واحد العدد ديال الازمة وديال المشاكل الاجتماعي ديال وحد العدد الفئة المجتمع المغربي المعقالين شباب ديالنا المتقاعدين او دوي الاحتياجات او الى اخيري ولكن متنجو الواقع ديال المأدونيات ديال القريمة اي اصلاح الى غاية الدير واي برنامج غا تخرج الحكومة او وزار الداخلية كانت تصطدم في الواقع ديال المأدونيات حل السؤالي كترح نفسه واش هاد وزار الداخلية بهاد القرارات دياله و المقرارات دياله و الصلاحيات دياله واش مقدتش انها تحرر القطاع وتعطينا حقنا وتقولنا ودي انتهينا يعني مجوش حواج تبعيد من هاد القطاع وتعطيه الوزارة النقل وانتهناه احنا من هاد الموضوع هلاش بقى شده في قطاع التاكسي هلاش سؤال مجهل لهم كان يقولون ان تلقوا مننا تلقوا من هاد القطاع ويجعلوا بركة اذا الصلاحيات لابد ان نحديد المسؤوليات اليوم وزارة النقل وفي هاد النظام الجديد الحكومة الحالية كان وزير النقل واللوجيستيك لما لا ان قطاع التاكسي يدخل لهاد المنظومة ويديروه التبادل وزير الداخلية مع وزير النقل لهذا الجديد ويقولون هاكو سيدي هاد القطاع ضيفه الى جميع الاصناف الاخرى لانه كان بطاقة مهنية في قانون السير لكتشرف على وزارة النقل وانحنا معنين هاد النازل التاكسيات معنين بها يقولون هاكو سيدي يدخلون هاد النظام ويجتمعوا معنا وغنعطيهم التصور ديالنا الحقيقي من اجل اصلاح هاد المنظومة ديال القريمة وانتهينا والناس المستفيدين ما شو ما شو غير دلهم معهم البعض يقولون انا قادية المأدونيات هو تصير على المأدونيات وهي السبب تعطر المشروع تجيد الأسطول على مستوى المطالي ما شو غير على مستوى المهنية هو جديد الأسطول هو مشروع ماذا شي ديال المهنين مش ديالنا هذا مشروع فعلا كان مطلب ديالنا اساسي لانه السيارات متهالكة و المنافسة تطلب من المهنين انهم يحسنوا من السيارات و من الخدمة ديالهم تجاوبوا المهنين للأسف كان مشروع استثماري ديال الشركات و ديال الجهات المسؤولة ديال الحكومة لانه نعطيك واحد المثال استحمل تحدد الغلاف المالي في 2012 على ما اظن 2013 ساعة المليون لقرون تاكسي في 2015 الى حدود ساعة تمانية المليون شوش حال من عام و من 2009 و 2008 و لماذا تحدد الحكومة في ذاك الوقت حدات غلاف مالي و كنا كنا نتمنى انه يطلع السقف دياله لانه نضيف المال العام انا غير نستطمرها من اجل خدمات المواطنين لان القطعم كي يخلو جدعا هذه مسألة بالحكس المهنيين متجاوبين و يعني و بواحد السرعة فائقة من اجل جديد الاستول للاسف كي يستضموا بواقع القريبة لماذا لان داب الادارة كتقول لو دي انت عندك عقد نموذجي و تدفع طلب باش يجدد سيارة دياله لحد الواقع هذا شي كان عندنا داب الاعلى و احنا حاصلين فيه يقولوا لله المدة ديال العقد الناموذجي قاتلوا المدة دياله لانتها دياله كل سنة و كل سنين ما غا تستفج حتى تديروا واحد الالتزام و احنا في ادارة تحتارم نفسها يديروا الالتزام يديروا الادارة بانه لا مول القريمة احنا نعطوك بالدول الطنوبي ولكن مول القريمة لاجب من حكم قضائي ما نعقلوش حك ما نعرفوكش سير انتاو ديك الطنوبيل و سير شغلك شرد مرة موت ولا شغلك هاداك يعني واش هذا اسلوب واش دي ملهاجية الخدمة من اجل تحسين يعني التفعيل وتنزيل القوانين و احنا في 2021 و احنا مقبلين على مرحلة انتقالية مهمة يعني تحت اشراف سيدة جلالة الملك سيدة دياله و المشارع التنموية اللي هو خدام بها بيده يعني كنلقوا خطبة جلالة الملك في واد و المسؤولين غادين في واد اخر واد ديالتشريد بقرارات مفاجئة قرارات ارتجالية من اللي تنرسلوا وتنتصلوا بالجهات المركزية تقولك احنا ما عدنا ما ندروا لكم منكم المحليين وجهوين ماشي حل اذا هذا كيولد لانفجار واسميه ثانيا نقطة اللي هي خاطئة جدا استحمل وهو وزارة الداخلية و غنعطيه الدليل ما بيينتش لهذا القطاع و الميهنين و الفاعلين فيه على النية الحسنة اننا فعلا رابعين نساعدكم من اجل تطوير القطاع و من اجل تحسين الخدمات و من اجل اننا باش نعطيكم الحقوق ديالكم و النصفكم رغمات الدوريات الى اخرين كنلقوا انهم سد غضي البصار على النقل السري بالتطبيقات و انتم ما كتقولوا هادر مخالف قانونا و هاد الناس كيخرجوهات السيارات و خدامين بالتطبيقات و انتم كتقولوا مخالفة و كيتقدمون العدل و سد غضي البصار و فعلا هادهم مواطني توم القولهم الحلول ماشي تخلهم فيه صراع مع الناس دير تاكسيات انا ما حلت المول القريبة ما كنش نخدم المازوط زايد نقل سير ريكيت ديالي الزبناء ديالي اذا شنو ما السابين اذا ما بقيش هنكروبها في القريبة كنشوف فيه مشاكل اخرى في الدرائب دخلتوا الناس اللي كريدي سير خطو نوبيل هالكريدي هالضاريبة المازوط زايد و في الاخير كان بقى انا حالة نفسية في حالتي نفسية معامول القريبة كنشوف تنصف اداريا لانا الادارة عند كن دوريات وزارية كيقول الوازق يعني دورية وزارية رقم 61 مقع عليها وزير الداخلية السابق محند العنصر كيقول العمال والولاة على وجه السرعة التجديد تلقائي دون قيد او شرط دون قيد او شرط جديد تلقائي مادم كي ادي واجبات لكي لا ارغم ان هاد الموضع حسن تايم انه انا ما اعطيش كرا انا خدام في مرفق عمومي قطع غير موهيكل اعترفت به الحكومة ايضا خسنين تحرر عليها كتقول لي الحكومة السابقة في لجنة ليا قضاء الاقتصادية في كورونا وكتعتارفو كتقولو في تصريح ان هاد القطع غير موهيكل وايضا خسنين تلقاو لي احل ما تخلوش مضارب قطع غير موهيكل اذا القضاء اليوم كان دورية وزارية 188 والدورية 61 اذا خص وزير الداخلية يكون تنسيق محكم بينه وبين وزير العدل وبين اجهزة القضاء وبين اجهزة الاخرى على انه هاد المرفق العمومي هالضوابط دياله وهاللي كيتحكم فيه بمعنى ان احتى القضاء يخصو يخضب على الاعتبار انه وركين مساطر ادارية لانه هاد الرخصة هي عنده واحد طابع انا ما كاتتكرة ما كاتتبع ما كاتشرة يخصو يكون طالبات مرفوضة لموالي القريمة سير حتى تجيبنية تفويد من عند العامل ولا من عند الوالي عاد نقبل انا الدعوة ديالك ام اصاحب الرخصة في كل حكومة تطالبه كل حكومة تطالبوه عشنا منذ حكومة التانوم حكومة التقنقراطية الدرجتو اللي واعدنا باتفاق محدر رسمي مقعين فيه انها حكومة درجتو في 2007 ومحكومة عباس الفتي كذلك دمجة ومع الحكومة سدة الباب هذيك هذيك سدة الباب هذيك سدة الباب يالله مساهلين هما غير المشاريع ديال السياسية ديال هما مساهلينش المشاريع الاجتماعية واحنا كنكرسوا نفس الامر يعني هاد القزوان الميهاني هو ماشي غير مطلب ديال يعني قطاع التاكسيات جميع انماط النقل لانه القزوان الميهاني هو حق واعترفت به الحكومة وكان ما حادر تؤكد ذلك على انه في علا غيكون تجاوب نجيب للتاكسي الفين وطلتاش صادقة الحكومة على غيلاف مالي ميزاني ايه باش يتدعموا هاد المالي في التاكسي وياخدوا يتعاوضوا في الدعم اه الدعم وعناش توقف يعني اجل واش وقفنا احنا واش وقفوا النقابة توقفوا اروقفوا في السلطات المحرية بغاية اليوم كان ناجدوا كان نقول فينا اياه فلوسنا اذكر فلوسنا ارزقنا فينا هو فينا هيد الفلوس باش ما نتحكوش احنا مع المواطنين اعطاه الناس دعم ديالهم اذا احنا غادين من حقنا احنا وهذه مناشادة يعني الاسرة القضاء من المحامين باش يتعاونوا مع هاد الفئة احنا كان نطالبوا وبرزقنا هاد الفلوس ديالنا هذا الدعم اعطاتوا لنا الحكومة اعطاتوا لنا زي الطاكسيات من 2013 ان تحاسبوا معهم من 2013 2021 ستتمروا في هاد الفلوس في نمشاو الربح ديال ان ناخدوه احنا وان ناخدوه هاد الدعم عن طريق هاد الدعم الذي خصصته حكومة عبدالله بن كيران سيم ستفركي احنا شكرا جزيلا على فبول الدعوة متتبعي قناة انفاس فريس الى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله واشنو المجايد رخصوه رخصوه يصنب موسيقى موسيقى موسيقى